بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالطلابي طلاب الصف الخامس التدائي أرحب بكم أنا المعلمة ناسم طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية نبدأ بإذن الله درس جديد في مادة المهارات الاجتماعية موضوع درسي اليوم معرفة أنواع المواصلات والنقل أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على أنواع المواصلات والنقل الأهداف التعليمية للدرس أن يذكر الطالب والطالبة أمثلة على وسائل النقل أن يعدد الطالب والطالبة أنواع وسائل النقل أن يصنف الطالب والطالبة وسائل النقل إلى برية وبحرية وجوية أن يسمي الطالب والطالبة اسم الوزارة المسؤولة عن حركة النقل في المملكة العربية السعودية أن يذكر الطالب والطالبة مثال على أحدث مشاريع النقل في المملكة العربية السعودية نستمع إلى القصة مع المعلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أصدقاؤنا طلاب الصف الخامس نحن وسائل النقل أنا السيارة أسير في البر أسير على الأرض تتنقلون بي في المناطق القريبة كذلك تستطيعون السفر بالسيارة أهلا أصدقائي أنا الحافلة حجمي كبير يستخدمني الكبير والصغير أنقلكم إلى المدرسة كل صباح أهلا وسهلا طلاب الصف الخامس أنا القطار أنا سريع جدا تستطيعون التنقل داخل المدن والسفر إلى خارجها عندما تستعملونني أهلا أصدقائي أنا الطائرة أنا لا أسير على الأرض أنا أسير في الجو فقط تقطعون بي المسافات البعيدة فأنا أمتلك سرعة هائلة أهلا وسهلا طلاب الصف الخامس أنا السفينة أنا لا أسير في البر ولا في الجو أنا أسير في البحر فقط تستطيعون قضاء وقت ممتع داخل البحر عندما تركبون السفينة أحميكم بإذن الله من الغرق أنا وسيلة مواصلات مريحة وجميلة تعرفنا يا طلاب الصف الخامس على وسائل المواصلات وسائل المواصلات متعددة وكثيرة منها ما يسير على البر مثل ماذا؟ مثل السيارة والحافلة والقطار ومن وسائل النقل من يسير داخل الجو يرتفع في السماء ويسير داخل الجو من وسائل المواصلات من يمشي في البحر وهو السفينة إذن وسائل النقل متعددة وكثيرة ولها أشكال متعددة وكثيرة أيضا ما معنى وسيلة النقل؟ هي مركبة لحمل الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر تعرف وسائل النقل بأنها مركبة لحمل الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر وسائل النقل وسائل اما وسائل برية تسير على الأرض أو وسائل بحرية تسير في الماء أو وسائل الجوية تطير في السماء إذن وسائل النقل ثلاثة وسائل برية وسائل جوية وسائل بحرية ووسيلة النقل هي مركبة لحمل الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر وفرت حكومة مملكتنا الغالية خدمات النقل والمواصلات لماذا؟ لدورها الحيوي في تسهيل حياة الفرد والتقدم الاقتصادي ولذا تم إنشاء وزارة النقل لتقوم بالإشراف على جميع جوانب النقل للأفراد أو البضائع كما أنها مسؤولة عن وسائل النقل الأخرى مثل النقل البري والسكك الحديد والنقل البحري والنقل الجوي إذن تهتم حكومتنا أيدها الله بتوفير جميع وسائل الراحة والرفاهية للمواطن من وسائل الراحة وسائل النقل وسائل النقل تنقل الأشخاص من مكان إلى آخر تنقل البضائع والأشياء كبيرة الحجم من مكان إلى آخر تكون الحياة شاقة بدون وسائل النقل لذا أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين وزارة النقل للاهتمام بالمواصلات أمثلة على وسائل النقل البرية وسائل النقل التي تسير على البر أو على الأرض السيارات بمختلف أشكالها وأحجامها كما ترون في الصورة أيضا من وسائل النقل البرية المترو أو القطار وسائل النقل الجوية الطائرة هل تطير السيارات وتسير داخل الجو أو داخل السماء؟ أحسنتم وسائل النقل الجوية هي الطائرة من وسائل النقل البحرية السفينة أو الباخرة التي تسير داخل البحر تساعد وسائل النقل على نقل الأشخاص من مكان إلى آخر ونقل البضائع من مكان إلى آخر إذن وسائل النقل تنقل الأشياء أو البضائع وتنقل الأشخاص أيضا وتساعدهم على التنقل من مكان إلى آخر باستخدام استراتيجية العصب الذهني نتذكر سويا بعض الأمثلة على وسائل النقل هيا نتذكر بعض الأمثلة على وسائل النقل من وسائل النقل البرية الدراجة أيضا القطار أو المترو أيضا الحافلة والسيارات بمختلف أشكالها هذه جميعها وسائل النقل البرية التي تسير على الأرض أو على البر تختلف أشكالها وتختلف أحجامها باستخدام استراتيجية أوجد الخطأ نقرأ العبارات التالية ونجد الخطأ فيها وسائل النقل برية فقط هل هي عبارة صحيحة؟ أحسنتم إجابة خاطئة عبارة خاطئة وسائل النقل برية وجوية وبحرية أحسنتم العبارة الثانية من وسائل النقل الجوية السفن أحسنتم السفن من وسائل النقل البحرية الطائرة من وسائل النقل الجوية العبارة الثالثة تعتبر الطائرة أبطأ وسائل النقل إجابة خاطئة الطائرة تمتلك سرعة هائلة النقل في المملكة العربية السعودية تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لخدمات النقل والمواصلات لذا قامت بإنشاء وزارة النقل وهذا هو شعار وزارة النقل تهتم وزارة النقل بخدمات النقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية من أحدث مشاريع النقل في المملكة العربية السعودية مشروع مترو الرياض أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين مشروع مترو الرياض ليساعد في التنقل داخل العاصمة أحضر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الأول صفحة 74 أرسم دائرة حول صور وسائل المواصلات البرية الصورة الأولى صورة قطار أحسنتم من وسائل النقل البرية الصورة الثانية صورة حافلة هل هي من وسائل النقل البرية؟ نعم الصورة الثالثة السيارة السيارة من وسائل المواصلات البرية في الصورة الأخيرة صورة طائرة هل هي من وسائل النقل البرية؟ أحسنتم الطائرة من وسائل النقل الجوية نشاط الثاني صفحة 75 ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة العبارة الأولى تستخدم وسائل المواصلات لنقل البضائع نعم إجابة صحيحة من وسائل النقل الجوية قطار الرياض إجابة خاطئة من وسائل النقل البرية قطار الرياض النشاط الثالث صفحة 75 أرسم دائرة حول صورة وسيلة المواصلات البحرية في الصورة الأولى قطار الرياض الصورة الثانية السفينة السفينة من وسائل المواصلات البحرية الصورة الثالثة سيارة ليست من وسائل المواصلات البحرية الصورة الرابعة حافلة ليست من وسائل المواصلات البحرية في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الاطلاع على دروس مادة المهارات الاجتماعية من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات ومكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من درس معرفة أنواع المغاصلات والنقل كانت معكم المعلمة إناسة طيري في أمان الله